موسيقى اعلامية تميزت بحضورها على احدى الشاشات اللبنانية سنوات طويلة كانت تبدو للمتابع خلال عملها انها مؤمنة بخط سياسي سواء اكان دعاته في الحكومة او في المعارضة هي اليوم تبدو انها غير مقتنعة باي مشروع سياسي قائم في الدولة فجأة تصبح قيادية في حزب جديد جديد هو بكل المقاييس التي تقاس بها الاحزاب السياسية في لبنان الحديث هنا عن حزب سبعة على ما يحمله الحزب من جدل ونقاش ينبوعه كونته روافد عديدة اعلاميون صحفيون حرفيون ونشطاء مجتمع مدني انخرطوا جميعا في مشروع واحد هم وهن يخوضون المعركة الانتخابية في معظم الدوائر قد لا يكون الفوز في متناول اغلب من ترشح منهم الا انه تحسب لهم الجرأة الكافية في محاولة كسر القيود ان شئت فقول القواعد التي تنظم رحلة العبور نحو السلطة في لبنان في حلقة اليوم نستضيف مرشحة الحزب في دائرة بيروت الاولى الاعلامية بوليت يعقبيان نسأل عن برنامجها في هذه الدائرة ما هي حظوظها في الفوز نرحب بكم مشاهدينا وبضيفتنا بولا ولا بوليت بتحب نقولك؟ حسب ادي عندكم ناخبين يحضروني انا بولا يعقبيان طبعا بوليت يعقبيان حاليا للانتخابات ففيك تقول بولا يعقبيان سابقا عم بيعملك مشكل او جدل لدى الناخبين؟ عم بيعمل جدل كتير يعني نزلت الزميلة جويس عقيق بالأشافية تسألهم تعرف مين بوليت يعقبيان؟ اكتر من 50% من الناس على الطريق ما كانوا يعرفوا مين تقولهم بولا يعقبيان ايه اكيد منعرفها رغم الحملة الكبيرة اللي عملتها والمكلفة بعد في كتير مكلفة ادي يعني؟ مكلفة مليح ادي يعني؟ فوق السقف المحطوط من قبل وزارك؟ لا تحسي السقف بكتير بكتير 20% من السقف واقل السقف عالي جدا الانفاق المسموح فيه هو جدا جدا عالي ما بوصل لنصه هذا عامل جيد ام عامل سلبي؟ هذا عامل سلبي هذا عامل سلبي عامل سلبي مقصود؟ على كل حال اذا بتسمع الاخبار بلبنان عن هيك بالسالونات بتعرف انه هناك ملايين تدفع هناك مرشحين دفعين صاروا عشرين 30 مليون وانه لا ابالغ بهذه الارقام لمقعد نيابي في احد الاشخاص دفع اكتر من 30 مليون دولار مش هو مرشح يرشح شخص ما فقط لشخص ما؟ نعم بالاشرفية يقال انه صوت وصل الى 2000-2500 دولار وحضرتك مترشحة بالاشرفية؟ صوت الواحد التفضيلي ليه ما فيه غير صوت التفضيلي يعني ما بتعتدي انه قد تكون اشاعة؟ ما بتعتدي قد تكون اشاعة؟ ما فيها تكون اشاعة لانه لما تسمع من اكتر من مصدر من الشارع لما تسمع ناس عم بيقولولك انه نحن بحاجة وشو منعمل؟ نحن بالاخر صلنا نقللن للناس استعيدوا بعض مصورق منكم شو بدك تقللن للناس؟ استعيدوا بعض مصورق منكم واللي بيرشيك ببيع وطنك فلي عايز ياخد نحن محكمين من طبقة لصوص وحرامية اللي قادر يدفع بالصوت 2500 دولار يعني بدك تقللي انه هيدا عامل لح تسمحي لي قلليك بولا مش سيدة بولا باعتبار انه نحن زملة في الاساس بالإعلام أهلا وسهلا فيك ازا شيء آنسة لا اكتبولا هيدا اسمي وما بريد حدا يعايتك باعتبارك إعلامية ألا تجدين انه دورك في الإعلام سابقا ربما كان يخدم المجتمع اللبناني وتنوير المجتمع على قضاياه وحقوقه أكثر بكثير من أن تكوني لاعبة في الحياة السياسية لا حسبتلك انه لم يكن كذلك من المقدمة اللي هلأ حضرتك قلتها قلت انه بقيت لسنوات على شاشة وانت تقصد طبعا عشر سنوات الأخيرة اللي كنت فيها على تليفزيون المستقبل وقالت مؤمنة في خط سياسي كان يبدو يتراءى قلت لا يتراءى لمن لا يرى أو لا يشاهد لأنه اللي كان عم يحضرني وكان في كتير شكاوة كنت أعمل تقريبا يعني مقدمات نارية كل أسبوع باتجاه الحكم والحكومة والسياسة والسياسيين كنت أحكي بالسقف مرتفع جدا ولكن للأسف نسبة المشاهدة كانت منخفضة لأنه تليفزيون هو عادي عندك عادي بتحط شاشة وإذا شاشة فقدتها العادي صعب ترجع ترد الناس عليها فنسبة المشاهدة كانت منخفضة بس اللي كان يحضر بيعرف أنه كنت نقضية جدا وكان صوتي مرتفع جدا ولم يكن يؤثر موقع الإعلامة له تأثير ما عم بقول لا ولكن التأثير قليل جدا ولا يستطيع أن يحدث فرقا عطيني صحافة أو إعلامة قدر يعمل اختراق حقيقي إلا ما بعد ما انتقل إلى الحياة السياسية وخاطب الناس مباشرة وأعطى مشروع مختلف أو مضحة ما فيه ولا حالة ولا حالة تأثير إعلامي مهم إذا بلش لك من غسان تويني من كبار مؤسس جارية النهار نعم كبار الصحفيين لم يكن لهم تأثيرا حقيقيا إلا بعد دخولهم إلى الحياة السياسية طبعا سندخل بتفاصيل أكثر حول الدائرة التي تترشى عنها بولا يعقبيان نتحدث عن اللوائح المتنافسة في هذه الدائرة أو دائرة بيروت الأولى باعتبار بيروت قسمت إلى دائرتين وبعض يقول حتى على أساس مذهبي تم التقسيم ما هو البرنامج الانتخابي للائحة كلنا وطني التي تترشى عنها بولا نشاهد في هذا العرض مع الزميل محمد محسن صباح الخير محمد صباح الخير بولا في هذا العرض سنتعرف على أبرز ما ورد في البرنامج الانتخابي لكلنا وطني وفي أبرز اللوائح المتنافسة في دائرة بيروت الأولى وعلى الأرجح هناك ثلاث لوائح بارزة من ضمنها كلنا وطني حيث تترشى عنها أساسية تقصد طبعا شكرا لكم أهلا بكم مشاهدين الكرام لعل دائرة بيروت الأولى من أبرز الدوائر التي تعكس انفراط عقد تحالف ما كان يعرف بقوى الرابع عشر من أذار ولعلها أيضا الدائرة التي تترشح فيها إحدى أبرز لوائح القوى المدنية والمستقلين المعروفة في لبنان باسم قوى المجتمع المدني نحو 134 ألف ناخب يحق لهم التصويت في هذه الدائرة تتنافس على أصواتهم خمس لوائح ثلاث منها مكتملة واثنتان تضمان خمسة مرشحين وأربعة مرشحين نتحدث إذن عن 33 مرشحا يتنافسون على ثمانية مقاعد نيابية مخصصة لهذه الدائرة الموزعة جغرافيا بين مناطق الأشرفي والصيفي وارميل ولمدور مقاعد موزعة كالتالي ثلاثة نواب للأرمن الأرثوذوكس نائب للأرمن الكاثوليك نائب للموارنة نائب للروم الأرثوذوكس ونائب للروم الكاثوليك ونائب للأقليات ومن المؤكد أن أي من اللوائح المتنافسة لن تحصد المقاعد الثمانية ولذلك فإن المنافسة تتركز بين ثلاث لوائح أساسية هي لائحة بيروت الأولى قوية وهي تحالف بين التيار الوطني الحر وحزبي التشناق والهنشاك وتيار المستقبل لائحة بيروت الأولى وهي تحالف بين القوات اللبنانية وحزب الكتائب وشخصيات سياسية أبرزها النائب ميشيل فرعون لائحة كلنا وطني وهي تحالف بين مرشحين من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وحزب سبعة لتبقى لائحتان هما الوفاء لبيروت ونحن بيروت المؤلفتان من شخصيات بيروتية مستقلة تبرز لائحة كلنا وطني كأحدى أهم لوائح المجتمع المدني في لبنان إذن فهي تضم وجوها إعلامية معروفة كبولا يعقبيان وجمان حداد كما تضم وجوها شاركت في الحراك المدني الأخير ووجوها عاملة في المنظمات غير الحكومية كلوسيان ورجيلي وجيلبر دومت وتضم أيضا شخصيات منفصلة عن أحزابها كزياد عبس الذي كان قياديا في التيار الوطني الحر البرنامج الانتخابي لهذه اللائحة مشاهدين الكرام تناول قضايا عامة ومعظمها جدلي في لبنان ومن أبرز بنوده اعتماد سياسة دفاعية تستعيد معها الدولة اللبنانية صلاحياتها للدفاع عن أرضها وشعبها سياسة خارجية جامعة واضحة للبنان أولويتها مصلحة البلد للمحاور تطوير رؤية اقتصادية تعزز قدرة الدولة الانتاجية على حساب الخدمات المصرفية والمضاربات العقارية وضع سياسات سكنية ميسرة للبنانيين وإنتاج سياسة بيئية فعالة ومستدامة هذا اذن كان أبرز ما ورد في البرنامج وأبرز اللوائح المتنافسة طبعا الله يعطيك العافي لأنك عم تعدد طبعا قوائم في البرامج للوائح كيف يودي أسألك محمد شهدنا حراقات اجتماعية عديدة في لبنان اليوم نشهد خوض معارك انتخابية بل لوائح تتشكل من قبل المجتمع المدني ضيفتنا اليوم إحدى المرشحات على هذه اللوائح برأيك لماذا لم يكن هناك فاعلية أساسية للمجتمع المدني في لبنان علما أن مجتمع يعتبر نسبيا ذا وعي سياسي قياسا على دول عربية أخرى المشكلة محمد للأسف يمكن القول أن الوعي السياسي في لبنان ليس معيارا لأن تكون ناجحا بين معظم الناس وليس معيارا للوصول إلى الندوة البرلمانية هذه مشكلة سلبية أولا لكن هذا لا يعني أن المجتمع المدني ليس لديه أخطاء وليس لديه جوانب سلبية تشوب عمله الحراك المدني الذي جرى عام 2015 ربما كان فرصة ذهبية كي يطور المجتمع المدني من حراكه ومن تغلغله ومن تغلغله بين الناس المشكلة الأساسية التي واجهتها منظمات المجتمع المدني أو ما يمكن أن نسميه بالناشطين هي أن نشاط هذا المجتمع المدني تركز في قلب العاصمة ولم يصل إلى الأطراف وإلى المناطق الشعبية إلى الضواحي ذات أثقل الشعبي هذه كانت مشكلة بارزة وعندما كنا نغطي ونتابع على الأرض هذه الفعاليات كنا نلحظ بوضوح هذه المشكلة مشكلة أخرى هي أنه ليس هناك من قيادة واحدة ومركزية لهذا المجتمع المدني وهذه أيضا مشكلة يعني تضارب الأراء أحيانا في فترة الحراك والقضية المهمة مؤذي بمعزل عن أهمية التنوع والديمقراطية لكن أحيانا نحتاج إلى قيادة واحدة وقرار واضح أشكرك محمد بعد نقطة النقطة الثالثة والمهمة وهي أن المجتمع المدني في ربنان لم يملك حتى الآن الكاريزمة والقدرات التي تملكها القوى السياسية والزعمات السياسية هلأ ربما معنا اليوم إحدى أبرز الوجوهة لها كاريزمة في المجتمع المدني ويعني هذه مشاكل بارزة شكرا جزيلا لك يعني أحاول أن أجد الكاريزمة لدى هذه الوجوه الكالحة التي موجودة في الحديث السياسية اللبنانية منذ سنوات وسنوات لا أعرف أين هي الكاريزمة سأضيف بالقيادات السياسية تقصيري طبعا سأضيف على كل ما تفضل السبب الأساسي والأهم بالنسبة لي وهو الوضع المذهبي والطائفي في لبنان كل ثورات العالم تصل إلى الشاطئ اللبناني وتتكسر بسبب هذه الوضع أكيد لأن شد العصب في بيروت في أوجوه وخاطبة الغرائز المذهبية والطائفية نحن صدرنا للعراق للعالم كله المذهبية والطائفية لم نعد نصدر الأبجادية نعم لم نعد نصدر الأبجادية بل نصدر الانقسام والفرز المذهبي والطائفي الطبقة السياسية تعزز ذلك لأنها المستفيدة من شرزمة اللبنانيين ومن إقناعهم بأنهم مكونات وليسوا شعبا واحدا تعتقدين أنه أمر مقصود كل القوى السياسية بالمعارضة تخلينا شوية فصل في هذه النقطة اليوم البعض يعتبر أنه لا يوجد رأس واحد لكلنا وطني أو للمجتمع المدني هذا صحيح هؤلاء يتجمعون ويحاولون أن يخلق بديلا وفرقا ولكن هناك اختراق دائم من سلطة شيطانية جهنمية الأحزاب الحاكمة في لبنان هي أحساب لديها خبرة طويلة جدا في العمل السياسي تعرف من أين تؤكل الكتب حلوة كتير وتعرف كمان كيف تؤكل في السياسة ليس فقط الكتف بل حقوق الناس وصوتهم وتعرف كيف بعد أشهر قليلة أسابيع ربما من أي استحقاق تعرف كيف تستعيد الشارع إلى جانبها هؤلاء يحاولون كثيرا ولكن السلطة تملك المال والإعلام والأجهزة والخدمات تملك كل شيء هؤلاء لا يملكون شيئا أضف إلى ذلك لا يوجد لدينا زعين أو قائد أو قدرات مالية كبيرة نحن مجموعة من الأشخاص المتساوين نعمل من أجل وعي اللبناني أن نقول له إذا لم نكن شعبا واحدا سنأخذ النتيجة نفسها حروب قتل دمار تلوث بيئي أسوأ من أي حرب أهلية لما نعيشه الآن في لبنان أنا أعتقد الناس كلها بالمجتمع اللبناني بالحالة اللبنانية تعرف تماما كل هذه المشاكل برأيك ما السبب الذي قد يدفع هؤلاء إلى انتخاب لوائح جديدة شخصيات جديدة والانصراف عن القيادات السياسية والحزبية رغم أن هذه المشاكل تتكرر عند كل استحقاق انتخابي الكل في لبنان يريد التغيير ولكن لا أحد يريد أن يغير إذا كنت تريد أن تغير عليك أن تتخطى الوضع العاطفي والغرائزي الذي يشحن كل يوم وبطريقة زكية جدا وعبر إعلام وتواصل وغيره عليك أن تتخطى لمرة واحدة كل هذه الاعتبارات وأن تقول أنا هذه المرة سأعطي صوتي كمواطن وليس كفرد في مجموعة في جماعة دينية مذهبية هذا التخطي ليس سهلا في لبنان زرعوا لنا في عقولنا أن الطائفة تحمي يعطوننا الشعور كأن هناك مظلة ما فوق رؤوسنا ونحن عرات نحن فعلا كشعب نحن عرات أعطيت هذه الطبقة السياسية مئات الفرص وأضاعت كل الفرص لا يريدون سوى أن يقوموا بصفقة ما تنتهي هذه الصفقة بأن يأخذوا ما يريدون لهم وبعد ذلك لا حقوق للمواطن ولا شاء يعود للناس جميل بالأمس الرئيس سعد الحريري عقب مؤتمر سيدر قال لا تعطونا أصواتكم إذا لم نصلح اشترطوا علينا قبل أن تعطونا أصواتكم الإصلاح وحاسبونا على ذلك ألا ترينها فرصة صحة حبيت كثير اللي قالوا مبارح الرئيس سعد الحريري لأنه أنا صلي عم بقوله ست شهر حاسبوا هذه الطبقة السياسية عم يقول لأعطونا فرصة هلأ حاسبوهم الفرصة موجودة للجميع هم سيعود يعني كثير منهم هذا القانون مفصل على قياس من فصله ولكن يجب أن يشعر المسؤول أن هناك شعب يحاسب كيف يحاسب الشعب بأن يقول أنا أنطفد وأنا أستطيع أن أصوت ضدك من دون خوف هذا هو المطلوب خوف من ماذا؟ لحسن أن لا نذهب إلى صندوق الاقتراع أو أن نصوت بورقة بيضاء هذا يعني أنهم سيعدون كما هم نيب بالنائس نيب بالزيد النتيجة نفسها بالنسبة إليك وإليك بل ولكن أن يتم اختراق لوائح السلطة ببعض الأسماء سيقرؤون ذلك بأنه هناك شعب الآن لديه عقل ولديه تفكير وأصبح ينطفد ويقول لا رغم كل الشحن المذهبي بتقول لي يخافون من ماذا؟ تغزية الخوف هو خبز يومي لدى السياسيين استمع إلى الخطاب السياسي الخطاب السياسي يقوم على الطائفة والمذهب وأهمية أن نكون وحدة كطائفة وليس كشعب انتبه هذا هو الخطاب في غياب لمفهوم المواطنة في البرنامج الانتخاب مش بس غياب لمفهوم المواطنة وكأن هناك شيء ما يقدم للطائفة لا يقدم ولا حتى الفتات لهذه الطائفة فقط كلام مجرد كلام عاطفي مجرد بعض الممارسات التي هي أحيانا لا إنسانية في مقابل أن يشدوا عصب هؤلاء وأن يقولوا لهم أنت المسيحي أنت مهدد عليك أن تكون وراء الزعيم القوي كما يفعل الآخرون والنتيجة الكل يعيش المصيبة نفسها سني وشيحي ومسيحي وكردي وأرمني وغيره كلنا بلا كهرباء بال2018 هواءنا ملوث مؤشراتنا هي الأسوأ في العالم مش من الأسوأ الأسوأ يعني دايما بيسبقنا بلد ولا بلدين بأي مؤشر بعطيك بأي رقم هذا معبر جدا الأرقام لا تكذب على ذكر الأرقام عندما تكون أرقامك بهذا الشكل يعني عليك أن تقوم بشيء ما اليوم ستة أيار هي فرصة للمواطنين لكي يرفعوا الصوت ويقولوا نحن ننطفد على هذه الطبقة ونقول لا لا تكون بالتصويت للبدائل وليس بالجلوس في المنزل وفقط مشاهدة التلفاز والتعبير عن الغضب ما بديت معك أكثر من هيك بولا خلينا نروح من الواقع من توصيف الواقع إلى استشراف المستقبل مع مدير مكتب الأحصاء والتوثيق كمال فغالي مرحبا بك سيدة فغالي أهلا وسهلا فيك مرحبا بكم أهلا استيس كمال عم نتحدث نحن طبعا عن دائرة بيروت الأولى عدد الناخبين فيها حوالي 134 ألف ويزيد الحاصل الانتخابي المحتمل أمامي هون حسب ما هو مسجل 5319 عندك من مقاعد موزعين على طبعا مذاهب مسيحية بدي أسأل حضرتك الآن تقديرك إداء فيه إمكانية للخرق للائحة كلنا وطني التي هي جزء منها الزميلة بولا بدي أبلش بس وضح شغلي أنه الحاصل هذا مبني على نسبة اقتراع 2009 محتمل أنه هذه تزيد يعني كانت بحدود 32% نعم بإجمالي هذه الدائرة حكما رح بيصير فيه زيادة لمجموعة أسباب رح أذكر بعدها التوقع أنه إذا طلعت لـ 42% بيصير الحاصل بالـ 7000 وفيها تطلع إلى 48% يصير 8000 أو أكتر شوي شو السبب أنه فيه زودة حتمية نعم بتبلش أنه اللي مدور كدائرة صغرى مرة الماضية كانت ببيروت الثانية وما كانش فيه معركة انتخابية كانت شبه تسكية نعم فنسبة الاختراع كانت كثير متدنية عن المتوسط طبع 2009 هالمرة فيه النسبية وفيه ودائرة أخرى وبالتالي فيه حزوز للتعبير أكثر حكما رح بتزيد يعني 2020 نفسه على أساس الـ 5000 جميل الثانية بدي أحكي كمان عن خصوصية الدائرة وبركة كمان تكون معنية يعقوبيان بولا أنه الأرمان هن من التواقف يلي بيتناقص عددهم بلبنان بشكل عام يعني 3000 في آخر إذا أخذنا لوائح الشطب نعم وأخذنا سجلات اللبنانيين أو الناخيمين بحسب تواقفهم منلاقي أنه الأرمان هن تقريبا 32% مش تقريبا 32% من سجلات الأرمان مفيش حدا تحت السبعين هذا بيعني أنه كانوا عم بيهاجروا مش عم بيسجروا أولادهم نعم تقريبا مع غير تواقف عند الموار للنسبة 21 يعني على 64 ألف سجل 21% تحت 18 إذا أخذنا المسلمين نسبة يلي هن فق السبعين سنة عمارهم 7% يعني بتشوف كيف التناقص نعم فهي الطائفة أو الطواقف الأرمانية كلها عم تتناقص عدديا بسرعة أكتر فاللي صاير بهذه الديرة أنه رح بيسوت الأرمن اللي رح يسوته يمكن يكونوا 15-16 ألف وإنه عندهم أربع مقاعد بينما بقيت الطواقف مجتمعة رح يكون عندها أربع مقاعد لكن بالأربعين ألف يعني الأرمن عندهم نص المقاعد وما عندهم إلا شي 20% بفهم من كلمك أنا عفوا من هون بفهم من كلمك يعني الصوت التفضيلي عندما نتحدث عن أربعين ألف وخمسة عشر ألف أنه قد يؤثر الأغلبية هنا حتى في اختيار الأرماني مية بالمية عم بيحكي أنه الأقلية الأرمانية أكتريتهم تشناك رح يقدروا يختاروا نايبين عمليا بقيت المقاعد الأرمانية مثل ما كانت عم تحكي الأنشي بولا رح بيخدوهم بأصوات تفضيلية من الناس هنه عم يخترقوا التواقف يعني أكيد هي مش معتمدة على الأصوات الأرمانية معتمدة على أصوات من كل التواقف هلأ بالنسبة لتوزع القوة بهذه الدائرة أكيد أنه التشناك بتحالفه مع العونية والمستقبل رح بيكون عندهم أربع مقاعد بيضل أربع عندهم بيضل عندهم أربع مقاعد نعم بدي ذكر كلهم كل التحالف ما هيك استيس كلائحة يعني كلائحة مشتركة نعم التحالف ككله يعني بركي واحد للمستقبل اثنين للتشناك واحد للعونية بتجي بهالشكل المجتمع المدني عنده شبه أكيد واحد واحتمال اثنين يعني أبرز أسماء زياد عبس عم بيكون بالاستطلاعات استطلاعات رأي بولا يا عقبيان هن عندهم تقدم على الأسماء الأخرى وبيلاحة القوة عندهم اثنين أو ثلاثة يعني عملية الكسر وهي مش الخطأ بدائرة هل أدي العتب صغيرة كتير كبير يعني يعني المفاجآت المفاجآت بتكون عالية عادة لأن الأمر مرتبط بالحاصل الانتخابي اللي ممكن يتطور بشكل هائل اثنين بموضوع توزيع المقاعد أو إدارة الصوت التفضيلي داخل اللائح الواحدة بين القوى المتحالفة يعني رح بلش شوي وضح موضوع الكسر ليش بيصير أصعب تقديره إذا ما عندكش انت كسر مثلا مقاعد فاصلة 8 أكيد مقاعدين نعم بس بس تنزل عن الستة بتضيع القصة خاصة أنه فيه خمس لوائح يعني فيه الكسر مرات بالصفر فاصلة 4 0.35 تربح مقاعد هاي معنى الكسر بيصير يضيع مسبقا بالصوت التفضيلي وقت بقول المستقبل قوي لأنه إذا مصوت سنة مثلا 9000 مرة الماضي أخذ المستقبل من أصوات السنة 84% بدي أعتبر رح ياخد اليوم 50% يعني عم بقلع مرشحهم بأربعة 1000 صوت تفضيلي اللي هو رقم كتير كبير بهذه الدائرة ده عدد المسلمين بهذه الدائرة دائرة بيروت الأولى 15 يعني متوقع يصوت بس تحطنا وينات أعطيك رأم أكيد السنة 13300 متوقع يصوت بين 7000 و 8500 الشيعة المسجلين 2700 متوقع يصوت بين 1400 و 1900 طيب نسبة عالية لأنه ما فيه لمقعد سني ولا مقعد شيعي استيس كمال ما فيه تعتقد هيدا بيأسر عدم موجود لا ما بيفيد بيأسر بيفيدكن لألكن ما هو إذا بدك التوزيع المقاعد مثل ما بده إعادة نظر وهون بسبب موضوع الديمقراطية التوفيئية وإرضاءا للمسيحيين هذه الدائرة نعطت كثير مقاعد كيسا لحجمها يعني عم نحكي عن 7000 أو 8000 الحاصل عندك دوائر أخرى بلبنان 27000 طيب يمكن يوصلوا لـ 30000 هل قد التفاوت بيننا حاليني سألك أستاذا بكل التقديرات يعني نحن عم نحكي لائحة المدني ممكن تحصل على مقعد أو اثنين وفق جميع التقديرات يعني حتى لو ودرت المعركة الانتخابية عندها حاصل فاصلة خمسة يعني هاي مش الخطأ يمكن تربح التاني نعم يمكن ما تربحه حتى لو قلتك التقدير المبني على الكسور مش مؤكد طيب هذا كمان أبيمنع أنه بعد فيه شهر للانتخابات إذا نجحوا بخلق جو مثل وقت انتخابات بلدية بيروت يمكن ياخدوا اثنين أكيد ويزيدوا لأنه قانون النسبية كتير أساسي فيه الخطاب السياسي طيب بما أن كنت تجرؤ استطلاعات في هذه الدائرة لأنه إذا بتشوف المرشحين كلهم معتمدين على السياسي يعني شيل التشناك يلي عندهم حزب أكتريته أرمان بقيت الأحزاب يعني القوات العونية المجتمع المدني الكتيب حزب سبعة هنه مزيج من طواقف يعني في عندهم أرتودوكس وكاتولي مش أنه المرشح الماروني رح ياخد كل الموارن لا يعني مرشح القوات مثلا قد يكون أرتودوكسي رح ياخد شوية موارنة وشوية أرتودوكس وشوية كاتوليك إلى آخره نفس الشي بولا يعقوبيان نفس الشي زياد عبز يعني ماناش هي هلا هون موجودة خلت قلنا أكيد ماناش عم تفكر هي أنه بدأتربح بأصوات الأرمن بدأتربح بأصوات غير طائفيين إذا بتسمح لهم أستاذ نحن عم نطلب من الناس وعم نحسها وعم نترجيها أن تكون أزكى وأكثر دهاء من هالطبقة السياسية اللي ما بتعمل إلا تشد عصب الناس وبتطرح قوانين مقيتة مثل القانون اللي سمي زورا أرتودوكسي وغيرا نحن عم نقلهم روحوا فرجون أنه بتصوتوا كمواطنين وكشعب واحد مرة واحدة بس أطو فرصة لناس ما بيشدوا عصب طائفي ومذهبي بركب يعملوا أداء حقيقي صحيح على الأرض خليني مش جميل لأنه سمعين بس بدي أقول جميل بدي يبقى معي أستاذ كامال يسمع هذا جميل صارنا سنين من يوم ما أنا خلقت وقبل بكتير ننتخب على أساس هذا البيت من المنازل الكثيرة على طريقة أستاذ كامال صليبي ننتخب حسب الطائفة فلنحاول مرة واحدة أن ننتخب بطريقة مختلفة ربما بيصير عنا وطن بيصير عنا مواطن بيصير عنا أدنى حقوقنا اللي هي حقوق خليني أقول كل العالم يتمتع فيها من 2018 عيد نرجع نكررها طيب أنا مش أن استفيد من حضوره معنا وبأعتقد قد يهمك الأمر لأنه بدي أسأل السؤال فيما يتعلق بتغير مزاج الناخب أستاذ كامال بما أن كنا بتجرؤ استطاعات لرأي في هذه الدائرة ما هي تتلمسون الأكثر بحثا عن المطلبية في هذه الدائرة أي نقطة أساسية تجد أن المواطن في هذه الدائرة يهتم بها أكثر وبالتالي قد تؤثر على قراره في الانتخاب بس بدي أقول عن الشي اللي حكيته أنه هن لو كان بيودهم يكونوا طائفيين مش رح بينجحوا بهذه الدائرة لأنه بيصوتوا عدد الموارن كلهم يلي بيصوتوا بين 6 و 7000 إذا تقصموا على المرشحين يعني رح يطلع لهم المرشح ألف ألف آمن هيك الكل حتى الكاتوليك 6000 طائفية مش عند الوارن كل الكاتوليك أخذ ألف ألف خلصوا عند الشكل عام كل الطوائل بهذه الدائرة ببيروت بالمدن عامة بالعدن عامة الخطاب التأدمي بمفهوم أنه غير الطائفة العلماني عنده أرضية أكثر حلو الكلام السلوك الطائفة بيّن أقل يعني فينا نرجع نتذكر بلدية بيروت لأنه بذات النهار في بلديات بمختلف مناطق لبنان تميزوا مدينة طرابلس ومدينة بيروت هنا أكبر مدينتين بلبنان مميز حتى بعلبك يعني المدن الكبيرة دائما فيها في اختلاط أول شيء بين الطواقف بيكسر الحدية الطائفية نعم وفيها قوة علمانية أكثر فيها علم فيها مجموعة عناصب تأوي تأثير الخطاب الوطني العلماني غير الطائفة إذن بشكل عام في المدن الصوت المدني دائما أفضل وله حظوظ أعلى بكثير من الصوت التي فيه بعد مذهبي كل شكر والتقدير لك أستاذ كمال فغالي على هذه المعلومات القيمة جدا لحن نسمع طبعا تعقيب منك على كثير من مقال لكن بعد فاصل بعد فاصل قصير مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نجدد بكم الترحيب مشاهدين ودائما مع الانتخابية لبنان ضيفتنا في هذه الحلقة مرشحة دائرة بيروت الأولى الزميلة بولا قبل الفاصل كان عم يحكي الأستاذ كمال فغالي حكى أكتر من نقطة بشركم أنه عندكم حاصل انتخابي وكسور ربما يرتفع لتنين أو يبقى على واحد بكل الأحوال دراسيتكم أنتوا شو بتقول بها الموضوع؟ بتخليني قبل رد تحكي الشغلة أنه أكيد بولا مش متكلة على أصوات الأرمن فقط صحيح نحنا كليحة متكلين على أصوات اللبنانيين ما بتفرقوا بينك خليني بستابع نحنا كليحة عم ندعي الناس أنهم يسوروا على هالسلطة بالأسلوب والطريقة اللي حابين هن يقصمونا فيها يعني التصويت لكلنا وطني أو لتحالف وطني هو مش مجرد صوت أنا عم بعطيه لشخص بدي وصله على البرلمان هو صوت عم بقول فيه لهالسلطة السياسية لعبتكم صارت مكشوفة هاي دي اللعبة اللي بتكرروها كل مرة قبل الانتخابات خصوصية فلان أنتم مكون كذا حقوق اللي ما بعرف شو هاي دي اللعبة اللي مخليتنا في قعر قعر الدول نحن نرفضها نريد أصوات اللبنانيين جميعا شو ما كانت توايفهم شرح لي بس كيف أنت بتصلي وكيف أنا بصلي شو إلا شو إلا عليها بحياتنا العامة إذا بدك تروح تعمل ورقة بالدولة إنت بتنزل وبتتبهدل شو ما كان دينك إذا ما عندك واسطة وإذا منك الزعيم عمل لك مرأ لك ورقة هيدا حقك مش حق الزعيم يجي يمننك بحقوقك وما عم بحكي بس عن هيك 2018 صرنا دفعين 34 مليار على الكهرباء هيصيره 35 مليار ونحن بلا كهرباء باستئجار طاقات طاقة كهربائية ملوسة للبيئة استجرار طاقة بطريقة ملا محل بالعالم تعملها ليه ليه بيرجعوا بيكملوا الفاشلين لأنه بيرجعوا بيقولولهم السني سيصوت بهذا الاتجاه والشيعي سيفعل ذلك والمروني هون بده يصب للمروني أنا عم بقلهم كل واحد يتطلع روحوا صوتوا ضد الطريقة اللي مقصمينا مش مضطرين تعملوا متل ما هن بيملوا عليكم أو بيجبروكم بالتزاكي وبالتشاطر بالأنون عملوا أرتودكسي داخل هذا الأنون وعملوا ستين داخل هذا الأنون وعملوا نسبة داخل هذا القانون بس فككوها للنسبية بصوت تفضيلة يكبل الناس اليوم وين ما كان فيه عواطف عالية بالانتخابات ابن فلين ما بدنا يسقود ابن فليتين مدرشوف فلين جاب لنا خدمة هيدا بيوقف حدي بالعزة مرة وحدة تخطوا كل ذلك وخاصة بالأشرفية وما عم بقول أشرفية لأ الناس دي بالأشرفية قال لك استيس فغالي بيروت مدينتي نجحت بالأشرفية جيبوا 9000 صوت ليحت السلطة كلها مجتمعة جيبت 6000 صوت فأثبتت الأشرفية عبر بيروت مدينتي أنه مش بس بتنتفد بتروح بتصب أصواتها لتيار مدني وما بتخاف يوم ما كان الانتفاض بوجه سلطة مأسرة يعني إنمائيا التقصير كبير لديها اليوم التقصير السياسي هو أكبر بكثير أكبر من التقصير الإنمائي أصلا مشاكلنا كلها البيئية والتلوث وكل مؤشراتنا السيئة وحياتنا النوعية السيئة سبب هذه السلطة مش سبب شعب كل مرة بيشدوا عصبوا بنفس الطريقة اليوم كلنا وطني للأسف مش مفتوح إنه نصف بولا بدي أفهم منك أنا بتقولي السلطة مين بتقصدي هل بتقصدي الطبقة السياسية عموما أم بتقصدي من هو في الحكومة السلطة هي الأحزاب الحاكمة وما حدا ينغش وما حدا يعتبر إنه هذه السلطة تجزأ إلى جزئيات هذه السلطة مؤلفة من أحزاب اليوم لبنان محكوم من مجموعة أحزاب قوية جدا أخطة بطية تسيطر على كل شيء تسيطر على الخدمات عبر خدمات الدولة اللي هي ملك المواطن وعبر خدمات خاصة عندها عبر الزبائنية وعبر المال السياسي التي يتيها أحيانا من الخارج عفوا وأحيانا من الداخل وأحيانا عبر السرقات الناس لازم تعرف كتير منيح لماذا لديهم هذه السطوة وهذه القدرة وهذه المراكز الكبيرة التي تعرضت لمضايقات عم تقولي أنه في استغلال للحكومة في عملية زبائنية هل حصل خروقات هناك خروقات وهناك محاولات بس لإشاعات كثيرة بحق لائحتنا وكل وائح المجتمع المدني في مختلف المناطق هناك خوف حتى من بعض الأشخاص اللي ممكن يخرقوا وهذا الخوف معروف لماذا اليوم إذا دخل اثنين أو تلاتة المرة المقبلة بيدخل أكتر مرة البعض المرة اللي بعد هايدي ببعتون يمكن إلى منازلهم وتستلم السلطة أشخاص وأفراد ينتهجون نهجا مختلفا قد يغيرون وجه لبنان من مزبلة المتوسط للأسف هيك سمونا بكل إعلام الغربي تقريبا من مزبلة المتوسط مرة جديدة إلى سويسرا الشرق إلى بلد منفتخر فيه بدي أقول لك شي يا أستاذ محمد أنا كنت سافر مش من زمان من سنوات لبنان نيالكن بيروت شو حلوة شو محظوزين انتوا تعرف اليوم شو بيقلولك لبنان مسكين حرام اللي عملتوا هيك بحالكن صارت العالم كلها بتشفق عليك لأنك لبناني إن شاء الله المخترب اللي عم بيسمعني برا يفكر فيها شوي لأنه كمان المخترب عم بيلحقوا لهونيك يضحكوا عليه إنهم عم بيرجعوا حقوق وإنهم عم بيبنوا دولة اللي بدوا يبنوا دولة عهد صار عمره سنتين وشوي كان حط حجر أساس لمعمل كهرباء حجر أساس كسر لعيني ما أنجز شي برأيك العهد الجديد ما أنجز ولا شي حتى أنون الانتخاب أتى على قياس أحزاب قوية نافذة ستدخل جماعتها إلى البرلمان من دون منا من أحد ونحن كمجموعة نرجو ونحاول ونرفع الصوت ونقول للبناني كفى استغباء لعقولنا كفى لعب على غرائزيتنا هذه المرة ركب عقل وكون زكي مثل هالسلطة وروح صوت ضدهم بلا ما تخاف ورا العازل صوتك ملكك بتحط شو ما بدك ولا حدا بيعرف ما حدا بيعرف كيف حد صوته ما تخافه إذا مضطرين لأسباب متعلقة بالوظائف بغيرة روحوا صوته لا تغيير اعطوا فرصة مرة واحدة وينما كنتوا بأي منطقة أو ما تخافوا وروحوا صوته تصويت عقابة الفرنسيين عملوا vote sanction ضد أحزاب وصلت فرنسا تكون سيدس اقتصاد بالعالم فرنسا منا فشل قصة نجاح رغم ذلك قالوا لهم فرنسوية منا راضيين جابوا شخص عمره 39 سنة مش معروف مثل الباقي أبعون فنحنا عم نقول مش قوم تقعد محلك قوم تنظف محلك وإذا واحد دخل بيعمل فرق يوم بيطلعوا بيقولوا أنه شو فيكن تعملوا أي اختلاف اليوم إذا حطوا محرق قبل مدور لحفتلك بتفاصيلها الأد صغيرة شو اللي بيضمن يغيروا الفلاتر فلاتر أسعارها كتير عالية عمفتلك تفصيل صغير إذا كان في نيب واحد بيقدر يعمل مشكل يجبرون على تحسين الأداء يجبرون على تغيير الفلاتر يجبرون على معايير جيدة لما إجوا بمكب برج حمود حطوا صبالي بتعرف بأي معايير اليوم بتعرف كيف الشغل تحت صرت حاكي خمسين مرة استحليت حدا يرد علي يطلعوا بيان يقولوا عم تحكي كلام مش صحيح معايير الموجودة هي سفر والسبب أنه بتعمل بتعمل أرباح أكبر إذا ما التزمت بمعايير كل ما حطيت معايير كل ما نزل ربحك والربح شو يوزع على بعض المنتفعين صفقات على حساب صحة الناس اللي بيرجعوا بيترشحوا بالانتخابات وبيقولون للناس تعوصوا طولنا تعوصوا طولنا باسم المذهب والانتماء لا نحن بتحالف وطني بدنا أصوات كل اللبنانيين الشرفة الأحرار وللأسف أنا بتأسف أولى بس هيدا الفقير المعتر المسحوق إذا مضطر يخود خاصة أنه الأصوات ببعض الدوير صار حقا متل ما قلتلك سروي أنا بقل له استرجع بعض مسروقاتك استرجع بعض شو ما لح يعطوك ما أنه 0.000 واحد بالمية من المسروق منك ومن مستقبلك ومن صحتك فإذا بدك تسترجع مع أني ضد الفكرة استرجع شيء ما بس وراء العازل فكر وطني فكر لبناني فكر أنه إذا بنتخب نفس الناس ما لح أخذ إلا نفس النتيجة ما حدا يغلبت كويس شكرا طلعت ببرنامج انتخابي هلأ على ما شرق نحن اليوم مش مجتمع مدن نحن مجتمع سياسي خليني أسألنا بالبيانة اللي حضرتك لما ترشحتي فيه أثناء إعلان اللائحة طبعا ورد جملة من المعلومات أنا أراها معلومات بدي أتأكد من صحتها خاصة أنك أعلامية وقابلت كثير من القيادات السياسية لبنانية بتقولي في إحدى المقولات أو بإحدى التصريحات وأنت عم تتحدث عن بيانك الانتخابي بطلوا تشكوا بعض بالعواصم الخارجية وتكتبوا تقارير احترموا حالكم وشوفوا العالم كيف بيحترمكم لمين كنت عم توجه هالكلام؟ أنا قلت إذا منحترم حالنا العالم بيحترمنا مين كنت عم يكتب تقارير ببعض؟ لخبرك شو بيصير؟ أنا عشت فترة بواشنطن دي سي نعم فكان تعرف زعيم سياسي جاية زعيم سياسي رايح كله النفس الشي بيجو هيدو اللي بيشتغلوا مع النظام المدرشو هو اللي بيشتغلوا مع كله بيشكوا على بعض بطريقة بدل ما يروحوا يحصلوا مصالح لبنانيين ومكاسب للبنان بدل ما يروحوا ينشروا لبنان كفكرة وكريسالة بالعالم بروحوا بينشروا بعض كل واحد بروح بيشتكي على التاني وما عندي شك أنك أكيد بتعرف هيدا الشي بروحوا بيشتكوا على بعض كمسؤولين سياسيين والنتيجة أنه بيجربوا يعملوا كل واحد لإلو نوع من اللوبيينغ قوة ضغط مقابل فريق الآخر واليوم هيدك تقريبا شبه انتحيت لأنه قرروا أنه كلهم مع بعض يتقاصموا ما تبقى من الجبن وما تبقى من الفتاة ويعرفون أنه الشعب والطبقة خليني أقول لك الشاب من الشعب الشباب الصغار صعب تلقطهم غرائزيا مثل ما لقطت أهلهم ما عاشوا الحرب الأهلية الأحقاد لديهم أقل حاملين تليفونات فيها معلومات العالم كلها جيل جديد هو جيل مختلف ما بعرف كيف بدهم أختبطيا يرجعوا يلقطوه بس أنا بقلهم بتكون سلاح جديد غير سلاح المذهبية بطل نافع شو سلاح جديد؟ ما بعرف أنا بتمنى يفكروا بسلاح الأداء الجيد يمكن إذا بيعملوا بيقللوا سرقة وبيشتغلوا أفضل ممكن يرجعوا يعني يستمروا في البعض منهم عن جد عنده كاريزما والناس ممكن تحبوا بس تعرف لو عنا شعب بعاقب تطلع بالبرزيل بيحطوا مسؤول بمستوعة بالزبالي ما بيخلوا يطلع منه وهي دا ما حدا غرقهم بالزبالي بالبرزيل ما في شعب بالعالم ما في بلد بالعالم ما في جمهورية موز بالعالم ما رأيت وعاشت اللي عاشوا اللبناني وبعده اللبناني رايح يمدد ويجدد لنفس المجموعة اللي مددت مرتين لنفسها تسع سنين بلأ انتخابات تخيل يا أستاذ محمد رجعين نرجعهم هن زيتهم باسم شو؟ الدين والله والشعرات الكبيرة لكلها سقطت وقتها أنزل أنا بدي أعلل ديجنكتر بدي أعلل الهاوس ببيتي لرجع رجع كهرباء مع أنه فضيحة الكهرباء معروفة بلبنان فضيحة الفضايح فضيحة الفضايح سموها أساسا بمؤتمر سيدر 36 مليار بتدوي أسيا أسيا القارة ونحن ما تجينا كهرباء يمكن من ساعات بالنهار كله طيب قبل ما أسألك عن حزب سبعة باعتبارك أنك انخرطت فيه هو حزب جديد خارج العباء التقليدية للأحزاب السياسية في لبنان كنتي عم تقولي الأنظمة الخارجية منها مننا يعني ليست جمعيات خيرية بتقدم لنا المساعدات من دون مقابل معروفة أنت كنت كتير أو هيك أظن ما بعرف هل أبدا صحيحي لأنك قريبة شوي من 14 أدار 14 أدار قريبة من منطق أؤمن به لهو لهو منطق السيادة في رأيك في لبناني ممكن يختلف معك على السيادة أنا درست علوم سياسية بالعلوم السياسية درسونا أنه الدولة تحتكر العنف صحيح العنف بمعنى السلاح أنا بالنسبة لأقولي هيدا منطق ما له رأم يعني ما فيك ترأمه 14 أو 7 أو 24 أو 8 هذا منطق ما في دولة بالعالم عند مجموعات مسلحة وهي دولة سوية وطبيعية والأوضاع فيها وردية جميل من هذا المنطلق إذا هي 14 لكن أنا بعدنا 14 مش مشكلة ما تغير شيء طيب هل بفهم من كلامك أنا عندما تتحدثين عن الأنظمة الخارجية هو مش الحديث هنا فقط عن إيران أو سوريا أو ما يعرف بمحور المقاومة أنت عم تحكي أيضا عن دول أخرى أكيد مثل مين؟ مثل السعودية مثلا الإمارات قطر أمريكا فرنسا الكل يتدخل في لبنان وفجأة إذا بتطلع هلأ بتلاقي السفراء كيف عم بيدعموا أطراف واضح جدا رائب حركة السفراء هون موجودين إلى جانب جزء كبير من هذه السلطة كأن كل سفارة مشاركة بالانتخابات عندنا عندها مجموعتها ومصر أن مجموعتها تبقى وازنة في البرلمان وهذا واضح على كل حال بس حدار نشرة الأخبار وشوف النشاطات في بعض السفراء ما كانوا يعملوا شيء فجأة كأنك عملت لهم إبري التنشيط وصاروا موجودين وإنما كان حالة السفراء اللي عم يتنقلوا بين المناطق وإنما كان بعتقد معيب لنا كشعب يكون السفير عنده حرية التنقل بهذا الشكل ومخاطبة الناس كأنه هو جزء من الحياة السياسية أو من الفسيفوسائق اللبنانية أنت شو لك علاقة أنت عم بتمثل بلدك ودولتك ما بيخصك عندي نحن اليوم كلبنانيين مصلحتنا المشتركين نكون شعب واحد بلدنا صغير ما بيحمل تقصيم مصيبتي ومصيبتك هي زيتا مصيبتي ومصيبتك أكبر من أي شيء آخر برجع بعيدة وبكررة بينما الآخرين مثل ما قلتلك منهم جمعيات خيرية بيعطيك شيء بده نفوذ في المقابل بده مكتسبات في المقابل وهيدي مصالح دول مثلا في منهم بيقولوا لي أنه هيدا صديق النظام المدرشو أنظمة عندها أصدقاء أنظمة عندها مصالح فقط عندها مصالحها عندها مصالح شعبة أحيانا إذا كان يعني فعلا نظام ديمقراطي يحتاج إلى أن تجدد له الناس مضطر يشتغل لمصلحة الشعب أنتوا بحزب سبعة ماذا تقدمون للشعب اللبناني وسط كل هذه الضبابية الشعب اللبناني ما عنده ولا شيء ما عنده ولا شيء ما عنده أي حقوق من حقوق المواطن هو شعب منهوب هو شعب كل يوم بينزل علي خطاب كرهية وفرز وحقد بتغرق بالزبالة بتغرق بالظلمة أكثر شعب ممارسة علي إرهاب فكري وعقلي وإرهاب من كل الأنواح هو الشعب اللبناني حزب سعبعة وغيره من الأحزاب اللي هي عم بتجرب تقول لهم تعوشفونا كبديل كخيار آخر نتعرض الآن لحملة إذا بدك بالأفراد بيسموها اغتيال شخصية نعم نتعرض لأبشع الحملات إذا بتعرف يعني اللي سمعته عن حزب سبعة ممول من إيران وممول من الولايات المتحدة من السفارة الأمريكية ومن النظام السوري ومن الروس ومن قطر وما بقي دولة بالعالم ممولة سبعة بدك صراحة ما حدا قريهم وما حدا شيفهم حتى الساعة اللي شايفينهم واللي بدون ياهون واللي بيرتحولهم هن جماعتهم بالداخل الموجودين بالسلطة بولة عم تحكي قصة كل لبناني معاناة كل مواطن لبناني اليوم بفقرة ولاد البلد وهي فقرة في ختام كل حلقة من حلقات الانتخابية نتحدث فيها عن قصة حقيقية أيضا لمواطنة لبنانية تعاني أو لمواطن لبناني يعاني اليوم حديثنا عن بهية تحكي بهية عن معاناتها لعدم قدرتها على منح أولادها جنسيتها اللبنانية وهي تناشد الدولة النظر إلى هؤلاء الأمهات اللواتي يخفنا على مصائر أولادهن نشاهد معنا يا أولاد البلد خبشي لأولادك سمع مني فيه للصبيان وفيه للبنات عندك أولاد اسم الله الله يخلي لك ياهم يا راب الحمد لله مثل يعني هيدا داف خرج اللي بيبيع قهوة لايك يا حبيبتي ولا زغرا فيك ريك القب متوفي متل ما بيقول المثل ما بيشيلوا شعر الضقن هالي لربيع اه انا ام شبابي وام صبايا ما بتطلع لي جنسية لأولادي اللي مثلي وأنتان يعني عم يجيبوهنوا من بلاد برا بلا ما يخزين عم يعطوني الجنسية هون حرام 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 الدولة تطلع فينا يطلعوا فينا يطلعوا بولادنا لأن هالي وكمان ولادي ولادكم أنا أمو نبناني أنا عم بعملنوا من الإقامة أنا يمكن يمكن هلأ موت ما بعرف بس بدي أمنا عاولادي هيبقى الأم إذا ماتة إذا طبطوا رأسا ومات مي بدوا يعملوا الإقامة لأولادي ما بيقود حدا نيكفلهم مين ما حدا لها حدا انت لو قادر أخذتك عالجبل شوفي شوفي عالم عم يبتل وحيات الله ما معه نياك وحيات الله وين بدي ألك ببيروت و بأسقص بالروشة وين ما بديك أي منطق الحينة ما بس ضمن طرابلس الشمال في ناس كتير منا مجنسة أماتهم لبنانية وعم يطالبوا وعم يحكوا وعم يقصدوا وزير عم يقصدوا نائب عم يقصدوا نائب حباً دي بقى ظلموا المرأة كتير بالجنسية حرام حلا إذا نزلنا بالمظاهرة حياتي مرحة مظاهرة بس بدي أمظام يمكن نحنا آخر عمرنا بس في قصة صبايا أخذين سورية بلا ما أخذين غير سورية ما قداماً كمان مستقبل ما بالضخطين بحيات النبي نحن نطع لها طيب كنا نشاهد طبعاً قصة بهية هي قصة من القصص الكثيرة في لبنان بتعرفي بولا أنه معاناة بكل معنى الكلمة هي مش معاناة فرد معاناة عائلة معاناة أطفال بدواجه تحية هون لمصطفى شعار ولأشخاص كتار بعرفهم عن قرب عايشين بلا وراء عايشين بلا مستقبل هؤلاء اللي بيجي من رحم أم لبنانية هو لبناني مثلي ومثلك نفس الشي يمكن أكتر في كتير ناس بيحبوا هالبلد وهن طاقات ونحن حرمينهم ورقة بتشعرون أنهم إنسان أنهم فرد بالمجتمع هيدا الهوس الديموغرافي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الكراهية المتبادل ما فينا نظل نقهر الناس لنأخذ بعض الأصوات بالسندي هذا أيضا يصب بفكرة أنه نحن ندافع عن الحقوق بدك تحكي بصراحة مسيحي اليوم 36% على ويح الشطب إنما حقيقة ويريتو استيس فغالي بيصلح لي 20 أو 21% موجودين هذا الرقم هو رقم مخيف بدنا نركب عقل وبدنا نعيش كمواطنين مركبين عقل مع باقي التوايف مش شغلتنا كل يوم نعمل فصل وجدار عنصري أنا مسيحي وإنت مسلم إذا بدي أعمل هيك خليني ضب غراضي وشوف إذا في حدا بيخدني بالعالم نحن موجودين من هذا الشرق جزء أساسي منه مش مهم قدي رقمنا مش مهم قدي من قل مهم نعرف نعيش بعقل وبمحبة مع محيطنا مش شغلتنا نقهر الباقيين لأنه اليوم بالسياسة هناك وضع ما معين الوضع السياسي لا يستمر ما يستمر هو الفكر السياسي ماذا نزرع كفكر سياسي بين الناس هذا هو الأهم الزعم المسيحيين بلبنان يزرعون تفرقة لأنهم مجموعة مصلحجية بهم آنيا الشعبية والشعبوية ولا يهمهم شعبهم على المدى الطويل هذا مثبت لما بتعمل مشكل على مرسوم لحراس أحراج فئة خامسة بتقعد ناس ببيوتها ما بتقبض ولا بتعيش لأنه ما بده المسيحي يقدم حراس أحراج شو بتكون عم تعمل؟ بتكون عم بتزيد مذهبيا وعم بتكذب عن الناس أو لا هذا كذب أولا على المسيحيين مش هيك ما تحصلوا حقوقكن حقوقكن بتحصلوها لما تصير المي بخزانك نضيفة ولما يكون عندك فرصة عمل ولما تكون منك مضطرة تنبش أي دولة بالعالم تخذلك ابنك ليلاقي وظيفة محترمة عم بيظهروا أولادنا يشتغلوا يعملوا قهوة بالخارج وعط رمبة البنزين أي شيء حتى هذا لم يعد متاحا ليه الهجرة أعلى عند المسيحيين؟ ليه؟ لأنه ما بدوا يشتغل حارس أحراج أم لأن كل اللي إجوا تيجروا بقضيته بانتماءه وبدينه غرائزيين مذهبيين كذبين وعووا لهالشي وعرفوا أنه ما تخافوا اليوم صوتوا لهذا المجهول مش كلتك الناس ما بتصوت للمجهول نحنا بالنسبة لقلهم أول مرة يمكن تحالف وطني عندهم شخص هل قد معروف؟ هل قد إذا بدك فيه علي ضو هذا الضو أنا بدي حاوله مش إليه لكل الأشخاص أدي عددكم كمرشحين؟ في 66 مرشح سيتم الإطلاق غدا بكل دوائر بتمنى على كل الناس اتبعنا تنبش علينا مع ليه تلفزيونات مش عم يفتحوا للمجهة بتمنى أنه على السوشيال ميديا تنبشوا علينا وتتعرفوا على 66 مرشح من تحالف وطني واحد واحد هؤلاء كلهم أحسن مني بتمنى ينعطوا فرصة لأنه بيستحق هذا البلد أنا ما عندي شي يضيفه حلقتنا خلصت وبيكفينا أنه نحنا طبعا بالموضوع الإنساني طبعا هذا أمر لا يمكن لأحد أن يزيد عليه أي أمر في نوع من تحسين من وضع المواطن اللبناني فهذا أمر مطلوب كل شكر والتقدير لك شكرا سيدة بولا يعقوب يام ورشحة عن دائرة بيروت الأولى نتمنى لك التوفيق وللآخرين بكل الأحوال وعلى أمل اللقاء بكم مشاهدين في حلقة قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة